ده محتوى حلقة النهاردة لكن كل سنة وانتوا طيبين مع قرب حلول شهر رمضان المعظم النادي الاهلي مجلس الإدارة بيحتفل اليوم مع أعضاء النادي في الشيخ زايد بافتتاح المسجد الجديد المسجد الجديد اللي لسه من فترة قريبة جداً كان بدأ العمل فيه ولو تفتكروا هنا حتى من خلال ملك وكتابة كان وقتها الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي تحدث عن القرار اللي تخذ بإنشاء مسجد في الحد تادي وإحنا قلنا ساعتها أنه ده حظ المهندس عادلي لأنه تقريباً يا جماعة بيعد الحط يكون في الجامع كده البيت جنب الجامع هو ساكن في وش الجامع الناحية التانية فما ندوش أي عزر ما يصليش القيام السنة دي كل سنة وانت طيب الحمد لله وانت مش محتاجة تعملي جامع جنب بيتي عشان يصلي القيام المهم إنما جامع جميل جداً شكله جميل جداً جاء في توقيت جميل جداً أن يفتتح وأنت يعني تستقبل شهر رمضان المعظم بجد من أجمل الأخبار لسه بقول لك صانع الحدث والبهجة والزهر يعني من الأحداث الإنشئية الرائعة الجميلة شوف الجمال بتاع الجامع عامل إزاي يعني كل التهنئة لأعضاء النادي الآلي بالشيخ زايد وأيضاً لمجلس الإدارة الذي يعني كل يوم يأتي ترجمة لمجهود هذا المجلس فيه جانب من الجوانب تباعاً يعني يعني أنت وانت بتتاهب تسافر لسعودية لسه فايز بالسوبر المصري من قريب وبعد سافر السعودية عشان ناء الكاس في الرياض ولكن برضو بتقدم يعني تهنئة رمضان إلى أعضاء الآلي وتحديداً بفرع الشيخ زايد في اتتاح هذا الجامع الوقور الجميل اللي يشيع الراحة والبهجة في قلوب من يدخل المجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب افتتح هذا المسجد في الشيخ زايد بعد الانتام من كافة التشطبات واستكمال الفرش والتجهزات وفقاً لأفضل الخامات ليكون المسجد في أبهى صورة وجاهزاً لاستقبال أعضاء النادي اعتباراً من اليوم وطبعاً قبل وقت كافي من حلول الشهر المعظم كل سنة وحضركم طيبين قبل أزان المغرب توجه أعضاء مجلس الإدارة لافتتاح المسجد وأداء الصلاة في جماعة حرص الكابتن محمود الخطيب على تفقد الأعمال الانشائية لحمام السباحة الجديد في فرع الشيخ زايد المنطقة المحيطة به ووجه بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في المواعيد المحددة لخدمة أعضاء النادي المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة قدم شرح موافي لما يتضمنه المسجد اللي بيعد الأكبر بين جميع المساجد في فروع النادي يعني كده أعضاء الشيخ زايد المسجد الأكبر بين فروع النادي المختلفة وقيم على مساحة 4000 متر مربع بيسع 1030 مصلين وبيضم مصلة خاصة للسيدات ملحقا به دورات المياه للوضوء وتندات أيضا للمصلين خارج المسجد في منطقة لجلوس الأعضاء أم المجلس عاقب صلاة المغرب بالتقاط صور تذكرية أمام المسجد برفقة أسرة المرحوم الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة تغمده الله بواسع رحمته وكان حاضر كمان الحج جمال الجرحي عضو النادي الكبير وتم دعوتهم لحضور افتتاح المسجد الحقيقة كان النهاردة يوم مهم جدا بجانب افتتاح هذا المسجد الكبير في فرع الآلف الشيخ زايد كان هناك اجتماع مهم أيضا لمجلس إدارة النادي فيه عدد من القرارات المهمة ولا ينبئك قدر خبير